الآن من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عماد رواشدة مرحبا بك عماد ما الأساس الذي ستعود عليه المفاوضات الآن حسب ما أعلن المسؤول الأمريكي الذي أعلن عن عودتها واستئنى فيها الآن بدر يبدو وفق هذا المسؤول الأمريكي أن الإطار أصبح متوفرا وأنه لم يكن الحال كذلك في السابق المسؤول يؤكد بأننا لسنا بصدد صفقة الآن الحديث مبكر عن وجود صفقة لكننا بصدد وجود إطار كان مختلف عليه في السابق وقال بأن التحول في موقف حماس أن التعديل الذي أجرته حماس على موقفها السابق يعد كبيرا للغاية وبأن الإطار الجديد طبعا هو لم يوضح ما هو التعديل الذي أجرته حماس على هذا المقترح بحيث أصبح مقبولا إلى هذا الحد وأشاع إلى هذا الحد جوا إيجابيا في إسرائيل وفي الولايات المتحدة دفعت جو بايدن للحديث إلى بنامين نتنياهو ودفعه باتجاه إرسال وفد للتفاوض واستكمال الأمر حتى نهايته لكن المراقبين يقولون بأن المعضلة كانت أن حماس تريد ارتزاما قبل بدء التفاوض بانتهاء الحرب وكان الأمر مرفوضا والآن يبدو أن هناك تنازل على هذا الصعيد سيؤجل النقاش هذا الموضوع للمرحلة الثانية بالنسبة للولايات المتحدة للإدارة الأمريكية منذ البدء هي معنية بإطلاق التفاوض ولو على الأقل في مرحلته الأولى لأن المرحلة الأولى كما تعلم بدر ستستمر حوالي أربعين يوما وهي فترة تعتقد إدارة جو بايدن بأنها ستجعل العودة للحال السابق العودة للحرب أمرا مكلفا وعبء كبير على إسرائيل وعلى حماس بالتالي هي فرصة لاستعادة الهدوء وهي قد تفتح نافذة لوقف كامل لإطلاق النار طبعا هناك مفاوضات ستجري في المرحلة الأولى وهناك عقبات يقول المسؤولون الأمريكيون اليوم في البيت الأبيض أن هناك عقبات يقرون بوجود مثل هذه العقبات يقرون أيضا بأن أحد الأمور العالقة هو تسلسل الأحداث والخطوات في المرحلة الأولى ما الذي يجب أن يأتي قبل الآخر؟ فتح المعابر، دخول المساعدات، خروج القوات الإسرائيلية من بعض المناطق في غزة تسليم المحتجزين وإطلاق صراح الأسراء الفلسطينيين كل هذه أسئلة معلقة ما الذي يجب أن يأتي قبل الآخر؟ أي تسلسل الأحداث لكن في الإطار العام المعضلة الأساسية وفق هؤلاء المسؤولين تم حلها والآن نحن أمام إطار سيسهم ليس فقط في التهدئة في غزة لكن أيضا سيؤدي في نهاية المطاف إلى تهدئة على الحدود مع لبنان وقبل يومين نشرت نيويورك تايمز تقريرا موحيا إلى حد بعيد قالت فيه بأن جو بايدن حينما كانت إسرائيل بصدد الرد على الهجوم الإيراني في الصواريخ في أبريل الماضي كان أخبر بنامين نتنياهو بأن إسرائيل إن قامت برد كبير فإن الإدارة الأمريكية ستتخلى عن موقفها الداعم لإسرائيل فالولايات المتحدة هنا لا تريد صراعا كبيرا لا مع حزب الله ولا مع لبنان لكن القناعة ترسخت على الأقل في اليومين الماضيين وهذا شهدناه في زيارات أموس أو عموس حوكستاين إلى باريس لمناقشة موضوع حزب الله كان واضحا أن الولايات المتحدة تربط ملفي غزة ولبنان مع بعضهم البعض وتعتقد بأن تهدئ في غزة ستضضي في النهاية لتهدئ في لبنان وستهدي جو بايدن نصرا دبلوماسيا سيقدمه للناخب الأمريكي الذي بات متشككا في قدرته على إدارة البلاد لأربع سنوات مخبلة شكرا جزيلا لك عمد رواشتا مراسل التلفزيون العربي في واشنطن شكرا جزيلا